عكيب ما نقول إنها وراء الأكمة ما وردت بهذه السرعة وبهذه العمل السريع والإسراع بالكدرات إنها في أشياء لأن غالب ما تحدث أي مطالب أو أي مشاريع ومناضق أو شيء غالب ما تكون تتأخر كثيراً وما يتم الاكتفاق حولها ولكن هذا دون سابقاً زار تم الاتفاق وبرام اتفاقية مبطنة وهذا العمر أكيد يثير الاستغرام من ناحية الأولى ومن ثم يثير مخاوف بناء المنطقة الفيشل من هذه المشاريع الحديث الآن في هذه الاتفاقية أن الشركة أجهام ستعمل على بناء الميناء تشغيله وكذلك استثماره لمدة طويلة لم تحدد هذه المدة والشركة كما تعرف السيد سعيد هي في الإمارات ومن شاءها هناك ومديرها يتبع للانتقال ماذا تعني إذن ظروف هذه الاتفاقية وقضية أنها سوف تبقى هذه الشركة لمدة طويلة ربما تصل إلى خمسين عام في المنطقة أخي الكريم نحن نعلم جيدا كما أشرت ماذا تفعل هذا من وراء هذا المشروع وبالإمارات تحديدا التي لم يكن لها أي أثر إيجابي في اليمن منذ القدم وحتى اليوم بل بالعكس كانت الضرر واضح في كل المجالات هناك مينة حدن وهناك مينة نشطون وموانية والمطارات البحرية والمناتب كلها مغلقة ولا يستطيع أحد أن يمارس نشاطه بأليحية فما ذلك بما تقع في منطقة مفصلية يعني تصل محاوطة المهرة في الوسط وهي تاريخية إلا أن وراء أشياء أكبر من هذه الهدف هو استخراج الأمور التي في بواطن الجبال هذه وتحت اللحار كلها محادن ربما وهبها الله عز وجل لهذا المكان ولكن شاءت الأقدار أن هناك بعض المسؤولين في الوزارة من سابق أنهم لديهم المعلومات مثل الكسادي وما شابه هؤلاء الناس لديهم كل الأمور فابلغوا الناس يعني جرت أشياء في الخفاء بسرية تامة تتضح جليل الجميع أنها من وراها استغلال الوضع الحالي وبرساء مشاريع كهذه الهدف منها تلب المعادن ونهبها ونقلها إلى الخارج والتلوث ولا بيبنى هذه المراضة كلها هذا صراحة لا يعبر إلا عن رفض الجميع الكل قد رفض هذه العمور وبالتالي لا أعتقد أنه سيمر رفض لهكذا مشاريع لأن الضوء أصبحت واضحة للجميع لكن مع إصرار الحكومة السادس سعيد مع إصرار الحكومة ما هو موقف لجنة الأقصام السلمي تجاه هذا الإصرار من حكومة عبدالله أرسل كريم الحكومة مغيبة في مدى هذه الحكومة التي تسمى حكومة هي بتدار بريموت من قبل الدولتين العربية صراحة هذه المملكة العربية السعودية والإمارات وبالتعديد الإمارات هي الأكثر تأثيرا على مثل هذه الحكومات الهشة صراحة ونفوق هذا وذاك يعني هناك بريطانيا هناك أمريكا وإسرائيل كل هذه الأمور كل من يدار بحسب الجهة التي أرفع منها ولهذا نحن لن نكون بإذن الله الضحية التي تم حاكد الانجسلة علينا أو بهذه الطريقة بإذن الله أبناء محافظة المارة جميعا سيقفون موقف واحد لرفض كل مثل هذه المشاريع تحديدا في الوقت الراهن الوضع اللا دولة اللام نظام المتشعب كثيرا والهدف واضح الجماعة يشتوا يأخذوا حقهم يروحوا ومن ثم يقع ما يقع في هذه المناطق ولكن في ربما هناك تحركات الآن في جميع أبناء محافظة المارة والكل يعني أبدأ رفضه وما على البعض صراحة نحن نأسف على أن بعض الأصوات الصغيرة التي لازلت تلوح بأن هذه مشاريع استراتيجية ومشاريع قيمة وذلك لم يدروا بما جرى في المناطق الجنوبية تحديدا من قبل الإمارات والآن يروج الاكتواء بها من قبل الإمارات مثل منطقة قشن التاريخية الجميلة بشواطيها وبسواحلها وجبالها وناسها يعني هذه مضرة كبيرة وكانت أن استوت بالفعل ولكن إن شاء الله لم تستوي ولم تحصل بإذن الله شكرا